أبراج المراقبة لقوات الاحتلال والمنتشرة على كافة الحواجز في الضفة الغربية باتت مصائض تزهق الأرواح البرئة إياد حامد هو آخر من استشهد على يد جنود الاحتلال من أحد الأبراج المنصوبة قرب قرية سلواد شمال شرق رامالله التقرير التالي والمزيد من التفاصيل شهداء فلسطينيون عدة سقطوا منذ بداية انتفاضة القدس في تشرين أولى الماضي برصاص جنود الاحتلال المتمركزين داخل غرف أعلى أبراج المراقبة المشيدة على الحواجز الإسرائيلية وعلى طول جدار الفصل العنصرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة هذه الاعدامات التي تقوم بها إسرائيل بشكل متواصل ومنهجي ثبت أنها سياسة في الجيش الإسرائيلي حوادث الخليل أثبت ذلك اعترافات مسؤول أمن الاستيطان في الخليل أثبت ذلك بأن الجيش يتعمد حتى إطلاق الرصاص على الرأس بهدف القتل هذا اسمه قتل غير شرعي بأي حال من الأحوال الأبراج والحواجز نفسها أصبحت فعلا ميادين لممارسة هواية صيد المواطنين الفلسطينيين وقتلهم الروايات الإسرائيلية غالبا ما تكون كاذبة وهناك ما يكفي من الأدلة الظرفية والقطعية التي تثبت أن رواية الاحتلال كاذبة ولكن حتى عندما توفر الأدلة كما في حالة عدد من الشهداء يقوموا بتبرئة الجنود الإسرائيليين دوما ما يكون هناك ذات الإدعاء لدى الجنود وهو نية الشهيد أو الشهيدة القيام بعملية طعم فكيف يمكن لفلسطينيين أن يهدد حياة هذا الجندي على ارتفاع أمتار عدة عن الأرض في برج مراقبة محصن كهذا حتى إطلاق النار لن يستطيع الوصول إلى هناك في كل نقاط التفتيش التي يضعها الجيش أو على الأبراج العسكرية هناك تسهيل عمليات إطلاق النار بغرض القتل هناك توثيق بالتأكيد لدينا في الهيئة ولدى المؤسسات الأخرى حول كل حالات القتل التي تمت وأماكن حدوثها وكيفية حدوثها هناك جزء من عمليات القتل تم بشكل واضح ومكشوف ولم يكن هناك أي مبرر أمني على الإطلاق وقد تم توثيق أكثر من حالة في البل القديم في الخليل مثل حالة عبد الفتاح الشريف والقصراوي وهناك أيضا المرأة التي كتلت داخل غرفة التفتيش أيضا فيه على حاجز عناب وعلى حاجز غشة سيون وحاجز زعترة داخل هذا البرج وعبر النوافذ أعلى يمارس جنود الاحتلال هويتهم باستياض الفلسطينيين العزل لتضحي هذه الأبراج المنتشرة على الحواجز في مختلف أنحاء الضفة الغربية وعلى طول جدار الفصل العنصرية نقاطا للقتل لا للمراقبة من أمام مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البير المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا